مبروك العودة لشركة الصباح مع أنه نديته هلأ عمل جديد خبرينا اليوم قداش مبسوطة كارث بالعمل يلي رح تتشارك فيه النجاحات أكيدة مع الصباح إخوان إن شاء الله يا رب إن شاء الله هيك نقدر نعمل مشروع بليق فينا متل ما دائما كمان عودتنا شركة الصباح على إنتاجاتهم المهمة والمنيحة لسه المشروع قيد التحضير وغالبا رح يكون شيء لمنصة من المنصات العالمية كان عم بقول قبل وتكنزة عليها الاستاذ صادق قال إنه في شروط إذا بتكون كارث من جديد معنا هل مضبوط كان في شروط أو نسي الموضوع؟ لا هو ما نسي الموضوع بس على ما يبدو نسي جملة مرفقة بكمالة الجملة نسي أولى الشروط اللي بترضيها كارث هل رح تحرس إنه تقرس سيناريو كامل قبل ما تفوت بالتصوير؟ دائما أنا بحرس إنه إقرأ السيناريو إنه يفوت بكل التفاصيل وهذا حق طبيعي لأي ممثل إنه يتدخل بدوره يتدخل ببناء الشخصية وحتى إذا بيقدر يقدم أفكار لباقي الشخص لباقي الشخصيات خلينا نقول الموجودة فليلا ما شاء الله ابنك ما نبرك لك على نجاحه وخبرينه قديش مبسوطة فيه وبالإنجازات اللي عم يحملها؟ حبيبي يعني هذا مشروع الحياة تبعي وأنا دائما فخورة كأم بهذا الإنجاز أكيد اليوم شو بتقالي له لأبنك ما أنه هو أكيد سبب نجاحك والوصول اللي أنت فيه؟ حقيقة هو اللي دائما بيقالي قالي ماما أنت صعبتي علي المهمة بحياتي أنا لما بشوف أم ناجحة هالأد I'm proud of you وأنت المسألة الأعلى بالنسبة لألي فإن شاء الله أقدر كون مثلك اشتركوا في القناة